السلام عليكم مرحبا بكم في محاضرتنا الثانية لمقرر مبادئ وأساسيات الحاسوب معكم دكتورة نادي علي قاسم من المأحدة التقنية العمارة بمفردات محاضرتنا اليوم رح نصري مراجعة لمحاضرة السابقة اللي هي الأجيال الحاسبات رح نتكلم عن حاسوب الألكتروني البيانات والمعلومات مميزات الحاسوب مجالات استخدامه ومكوناته بالمحاضرة السابقة أخذنا الأجيال الحاسبات وتكلمنا عن كل جيل بالتفصيل فقلنا الجيل الأول هو جيل الصمامات وهو بالفترة الزمنية 1951-58 باللغات البرمجية كانت لغات الآلة اللي هي 0-1 وكان عندها عدد من المميزات والعيوب منها أنه هو أرضا للإحتراق عليكم تتكرون معي هو ليش كان أرضا للإحتراق هذا السؤال رح أوفع عليكم من أنواع الحواسيب الUNIBAC وكان خزن البيانات والاستمانات المغناطيسية الجيل اللي بعده الجيل الترانزيسترز من سنة 1959-64 استخدم لغات التجميع اللي كانت هي تستخدم الحروف بدل من الأرقام مثلا الحرف الأي للعاد وظهرت لغات المستوى العالي مثل الكوابل والفورتران عندها عدد من المميزات اللي هي يكون أكثر كفاءة سرعة أعلى حجم حواسيب أقل واستخدم الأشيط الممغنطة كذاكرة مساندة والأقراص المغناطيسية الصالبة الجيل الثالث الجيل الدائرة المتكاملة أو IC أيضا ظهر بالفترة الزمنية 1965-1970 هنا ظهرت لغات المستوى العالي أصبحت السرعة عالية بالتنفيذ ظهرت لجهزة الأخراج والإدخال إنتاج الشاشات الملونة بدت الحاسبات سعرها قليل وظهرت أدنى حاسبات ال-IBM ال-360 والميني كومبيوترز الجيل الرابع اللي هو جيل المعالج الدقيق بالفترة الزمنية من 1970 لغاية ال-89 هنا أيضا عدنا اللغات ذات مستوى عالي وعالي جدا ومتازت بصغر حجمها سرعة التنفيذ أصبحت ملايين العمليات بالثانية الواحدة وأصبحت أكثر تطورا وأسهل استخداما وظهرت الراسمات وبخلال هذا الجيل أو هاي الفترة أيضا ظهرت الحواسيب الشخصية اللي هي اللي احنا كنت نستخدمها اليوم اللي هي والأقراص الصالبة بالنسبة لخزن البيانات الجيل الأخير اللي هو امتداده من 1989 لغاية يومنا هذا اللي هو جيل الذكاء الاصطناعي وظهرت أدنى اللغات مستطورة جدا صارت سرعة هائلة بالخزن وسرعة بمعالجة البيانات ظهرت أدنى الحواسيب العملاقة بقدرات كبيرة جدا وخزن البيانات يعتمد على رقائق صغيرة بالحجم وسعة تخزين هائلة مثل اللي احنا مثلا احنا عدنا الرام او التشيبس اللي تكون صغيرة تل حجم ولكن سرعة الخزن مالتها يكون هائل نعم محاضرة اليوم هي عن الحاسوب الالكتروني اللي احنا هنا هو اللي بتحضير مالتنا حينتنام صباحة 24 بكتاب الأساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية الجزء الأول ما هو الحاسوب الالكتروني؟ حاسوب الالكتروني هو جهاز الى القدرة على معالجة البيانات عندي داتا بيانات هو قادر على معالجتها بسرعة ودقة عالية وفقا لعدد من التعليمات والأوامر اللي تعرف بالبرنامج أو البروغرام بسرعة ودقة عالية للوصول إلى النتائج المطلوبة ومن بعد ذلك تخزينها واسترجاعها أو اخراج النتائج بشكل معلومات طيب خلينا نعرف شنو استقبال البيانات ما هي هاي المصطلحات الحاسوب احنا ننطيل المعلومات احنا ننطيل البيانات ننطيل البيانات اللي هي تكون على شكل حروف أو رموز أرقام كأن يكون وثم يقوم الحاسوب بمعالجة هذه البيانات فالمرحلة الثانية أو البروغرام هي عملية تحويل البيانات إلى شكل آخر يعني مثلا لنفرض أنه هو رح يستقبل ما عندنا بيانات ش رح يستقبل لنفرض أنه عندنا رقمين نحتاج نجمعهم فواحد من البيانات رح أنطيل الرقم الأول وأنطيل الرقم الثاني ثم أنطيل عمليتي الجمع واليساوي أو بالأحرى عمليتي الجمع هو الحاسوب رح يساوي لها البروستسنغ رح يساوي لها المعالجة ومن ثم يظهر لي الناتج فإذا من بعد البيانات طبعا حسب الأوامر إحنا الآوامر البرنامج اللي انطينا يا قلنا له اجمعنه هاي الرقمين طيب من بعد ما نفذ العمليتي الجمع أو أدى الآوامر رح يظهر لنا الـ output أو الإخراج البيانات يأما يكون إخراجها عفوا إخراج المعلومات مثلا كأن يكون على الشاشة أو مثلا يكون مطبوعة أو يخزن هذه المعلومات فالعملية هي استقبال البيانات معالجتها ومن ثم يأما أخراجها أو خزنها طيب من من أين أتت كلمة الحاسوب من أين أتت كلمة الحاسوب أو الكمبيوتر الحاسوب الإلكتروني أو كلمة الكمبيوتر وهي مشتقة من كلمة كومبيوت أو بمعنى يحسب أو يعد فإذن الكارك الكمبيوتر أو الكمبيوتر هي جتي من كلمة كومبيوتر بأنه هو يستقبل بيانات يعالجها ومن ثم يخرج هاي المعلومات أو يخزنها طيب لا تلاحظون إحنا هنانا يستخدمنا مصطلحين مصطلح البيانات ومصطلح المعلومات استقبل بيانات وأخرج معلومات هنا لازم نفرق بين هاي المصطلحين ما بين البيانات والمعلومات شنو هي البيانات البيانات هي حقائق ومشاهدات عن شيء ما تمت معالجته ممكن أن نحن نحصل عليها عن طريق الملاحظة المعلومات هي نتائج لمعالجة هذه البيانات وتكون أيضا مجموعة من الحقائق ولكن تكون بصورة أوضح ويمكن استفادة من عدها كيف خلونا نأخذ مثال اللي هو نظام نتائج الامتحانات الطلبة بالجامعة البيانات الطالب اللي هي مثلا اسمه رقم الجامعي التخصص مالته مرحلة الدراسية درجات اللي حصل عليها بالسنة الدراسية كل هذه هي حقائق مجردة يعني بيانات حتى تكون هذه معلومات لازم شنو نحتاج نحتاج أنه نربط هذه البيانات مثلا لدرجة معينة مثلا نفرض أن نربط مادة الحاسبات أو مواد الحاسوب لهذا الطالب ثم نرجع نربط الدرس الثاني مع نفس الطالب فنحنا ندخل هذه البيانات إلى جهاز الحاسوب يعني مثلا درجات اسمه معلوماته وحسب البرنامج الامتحاني اللي خاص باللجنة الامتحانية رح الحاسوب يقوم بعملية الربط رح ينطي المعلومات اللي يتمثل بالحقائق اللي هي مثلا هل أنه هذا طالب ناجح أو هذا طالب راسب تسلسلة بالنجاح اللي هو مثلا من عشر الأوائل أو مثلا دور ثاني وغير ذلك من المعلومات اللي راح تفيد الجامعة أو الكلية فالبيانات هي الراو ديتا اللي هي بيانات حقائق لكن خلنا نسميها مخربطة تكون أمامنا بدون أي معالجة ولكن إذا جمعناها سوين عليها بروسسينج سوين عليها من مجموعة معالجة سوين عليها معالجة صلنا نفتهمها بشكل أوضح فهذه هي المعلومات وضروري جدا إنه إحنا نفرق ما بين هذين المصطلحين شنو هي أنواع البيانات ما هي أنواع البيانات طبعا البيانات إحنا كليتنا نستخدمها يعني نستخدم نصوص تيكست كلام أو نستخدم فيديو نستخدم الصور والرسوم أو نستخدم الصوت الصوت الفويس نعم قلنا المعلومات تكون في ذاكرة الحاسوب والإعجاب